على ما يبدو فإن النظام التركي ماضم بسياساته وأطماعه التوسعية التي ينتهجها في إقليم كردستان والتي لم يكتفي خلالها بالقصف الجوي والمدفعي وترويع السكان الآمنين وتدمير منازلهم وحرق محاصيلهم بل وصل إلى حد الضم مناطق جبلية في محافظة دهوك لتركيا في أحدث تصعيد له في المنطقة هناك تقارير محلية أفادت بأن جيش النظام التركي ضم بالفعل مناطق في قضاء العمادية ومنطقة براواري بالا مشيرا إلى أنه قام بتعليق لافتات مكتوب عليها باللغة العربية ممنوع الدخول إلى الأراضي التركية وبحسب التقارير فإن ذلك الإعلان آثار استياءا وغضبا واسعا بين سكان المحليين والنشطاء السياسيين في تلك المنطقة والذين اعتبروا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة العراقية واستفزازا يستدعي ردا حازما من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وإزاء تلك الانتهاكات انطلقت احتجاجات واسعة في منطقتين العمادية وشيلاتزي شمال محافظة دهوك أغلق خلالها الأهالي الطريقة الرئيسية بين ديرلوك والعمادية مطالبين بوقف فوري للاعتداءات التركية على أراضيهم ورفع المحتجون شعارات تندد بالقصف التركي والهجمات العشوائية التي ينفذها في أراضي إقليم كردستان مطالبين الحكومة العراقية بالتحرك العاجل لحماية سيادة أراضيها كما دعوا المجتمع الدولي للتدخل لوقف انتهاكات أنقرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام